السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي أهمية الدهون البنية لتقليل وزن أجسامنا؟ هذا السؤال وكيف الدهون البنية هي مهمة لتنظيم معدل السكر في مرضى السكر؟ رقم اثنين وهذا سؤال أيضا وكيف نكثر كمية الدهون البنية في أجسامنا؟ وماذا نعمل؟ إن الدهون البنية هي كثيرة عند البيبيس والأطفال الحديثية لولادة وذلك للمحافظة على درجة حرارة أجسامهم عند تعرضهم للبرد وعدم وجود عضلات حتى ترجف وتولد الحرارة كما هي في أجسام البالغين ولكن عندما نكبر بعد عمر الأربعين فتقل كمية الدهون البنية في الجسم ويزداد وزن الجسم ولكن لا نعرف هل سبب زيادة وزن الجسم هو سبب تقليل الدهون البنية؟ أو الدهون البنية تقل وتكون سببا لزيادة الوزن؟ وعلينا نسوي دراسات طبية ولكن نلاحظ عندما تكثر الدهون البنية في الجسم كما يحدث عند الرياضيين فتقل كمية الدهون البيضاء في أجسامهم وكذلك فصحتهم تكون جيدة ويكون معدل السكر في الدم جيدا نصحيا ولقد وجدنا في المرضى الذين يكونون مصابين بأورام حميدة في الغدى الكضرية فوق الكليتين فيصابون ويصيرتهم كمية الأدرينالين عالية أو الأبينفري التي تفرزها الغدى الكضرية وتزداد كمية الدهون البنية في أجسامهم ولماذا؟ لأنه الدهون البنية هي تكون مجهزة بهورمون الأدرينالي وكذلك بالأعصاب من الجهاز السمبثاوي ويشوف وزنهم يقل ولكن يصعد ضغط الدم والدول البشر يضعفون يقومون يتحركون هواية ويزيد كمية الدهون البنية ولكن عندما نرفع هذه الأورام الحميدة ونزيلها بالجراحة فنشوف أنه أسامهم تزداد بالوزن وتقل ارتفع ضغط الدم ويصير ضغط الدم طبيعي وهذا الأورام الحميدة مثل الأدينوما A-D-E-N-O-M-A أو فيو كروموسايتوما P-H-E-O فيو كروموس C-H-R-O-M-O كروموسايتوما C-Y-T-O-M-A فإحنا لازم نشوف أنه من يكون عندنا الدهون البنية فتزيد حساسية الخلايا للإنسولين وهذا صحي وجيد ومن تقل كمية الدهون في الجسم فتزيد مقاومة الخلايا للإنسولين وهذا غير صحي وغير جيد ونشوف الناس اللي يتحرقون ويعيشون بالطبيعة مثل الفلاحين أو ذولة اللي يوزعون البريد ما يمشون ساعات على أقدامهم ويوزعون المكاتب على البيوت وعلى المحلات فنشوفهم ذولة يكونون نحيفين وصحيين وعيتهم عضلات وقوامهم جيد وشكلهم جيد ويتمتعون بصفات جيدة وصحية وحتى في عمر السبعين والثمانين ويبقون يتحركون وفي أجسامهم معدل الدهون البنية هو يكون بكميات كبيرة وموقع الدهون البنية وكما قلنا في أعلى الظهر وبين لوحتي الكتف وحول الرقبة وكذلك في الصدر وقرب عظم الترقوة وحتى يحمي الدم الذي يذهب إلى الدماء خلال فصل البن ويحمي الدم وهذه إحدى النظريات لماذا يوجد الدهون البنية أو توجد الدهون البنية في القسم الأعلى من الجسم في الظهر وفي الصدر من نرجف هذه الرجفة العضلات فتسوي حرارة وزيد حرارة الجسم عندما نتعرض للبرد ولكن هذه الرجفة هي تنتج من تقلصات العضلات الإرادية بينما الدهون البنية من تتعرض للبرد فتتولد حرارة أكثر وأسرع من أضلات خلايا أضلات الخلايا من خلايا الأضلات العفو وشانو برودة يعني تعرض للبرودة مهواي مثلا تخسل إيدك ومي بارد بس وتغير درجة حرارة الجسم أو تطلع خارج البيت وتتحرك وتتعرض للرياح الباردة فقط وتلبس يعني تي شيرت مو إلا تغطس نفسك بالثلج أو تتعرض أو تاخد دوش بارد لا بس تتعرض نفسك للرياح الباردة برا وتقلل درجة حرارة الجسم وكذلك إذا قعدت بالبيت تقلل درجة حرارة البيت مثلا تقلل درجة حرارة التدفئ المركزية وخلال النوم وتقلل درجة حرارة غرفة النوم فشوف يزيد عندهم الدهون البنية فهذا كلش مهم والدهون البنية تتكون بسرعة عند التعرض للبرد وتكثر كمية ومثل ما قلنا الدهون البنية هي غنية بالميتوكوندرية وهي بيوت الطاقة وتحرق السكر وتحرق الدهون وتكون الحرارة ويسموها هذا الطريقة انكوبلينج مع الميتوكوندرية انكوبلينج U-N-C-O-U-P-L-I-N-G وتبذر الطاقة كحرارة وهذا صحيح وكذلك تحرق الدهون البيضاء الموجودة تحت الجلد وعلى الفخدين وفي البطن وحول أعضاء الجسم في أعلى البطن فإذا عرضنا جسمنا إلى درجة حرارة باردة بالنوم فسوف تزيد عندنا الدهون البنية وهناك تجارب فعرضوا الناس إلى درجة حرارة الغرفة 24 مئة وتساوي 75 فهرنهايد في الشهر الأول وعرضوهم في الشهر الثاني إلى 19 درجة مئة وتساوي 66 فهرنهايد في الشهر الثاني يعني مو كلش باردة أو 24 مئةوي في الشهر الثالث أو 27 مئةوي فشافوا إذا تعرضوا إلى 19 مئةوي يعني الغرفة فالذي تزيد كمية الدهون البنية 42% ويزيد حرق الدهون البيضاء 10% ويقل وزن ذول الناس ولكن إذا عرضنا ذول البشر إلى درجة الحرارة فسوف تنأكس الحالة وتختفي وتقل الدهون البنية بدرجة الحرارة وهي التحاليل سووها يعني بصورة مكثفة ومتقدمة وفحصوا الطاقة جد الجسم يولد وسووا بتحاليل وأخذوا يعني نموذج من أنسجة الدهون ومن أنسجة العضلات وفحصوها وفحصوا أشياء مقطعية للرقبة وعلى الظهر حتى يشوفون كمية وفعالية الدهون البنية يعني مو بس كمية وينما جدت تشتغل وشافوا أن حساسية الإنزولين كل جزادت وهذا صحي وجيد وصار كمية كبيرة لهورمون الشبع اللابتين يعني الهورمون الصحي ما لشبع في الناس قامت متجوع هواية وتشبع بسرعة وزادت كمية الهورمون الصحي الأديبو نكتين أديبو A-D-I-P-O نكتين N-E-C-T-I-N وهذا هورمون صحي يزيد من حساسية الإنسولين خلايا الجسم للإنسولين يزيد من حساسيتها وأنا قلتها في موضوع الدهون والهورمونات التي تفرز من الدهون والأديبو نكتين يفرز من الخلايا الدهون البيضاء تحت الجلد في المنطقة السطحية وليس المنطقة العميقة والتي تكون غير صحية وتشبه الدهون المتجمعة في الكبد وفي أعلى البطن وهي سامة وهذه الدهون البنية تزيد من حرق الجليكوس في الدم وهذه الدهون البنية تجرى عليها البحوث الآن بقد تؤدي إلى اكتشاف أدوية وعلاجات لمرض السكري رقم 2 والذي يزيد معدله في العالم ويفيد البشر بتقليل كمية السكر في الدم والإصابة بالسمنة ومرض السكري رقم 2 فالدهون البنية هي موضوع شيق وجديد وسوف تجرى عليه البحوث والدراسات الطبية حتى نستعمله في علاج أمراضنا الحديثة المزمنة والقاتلة وشكرا موسيقى